كمان قبل مودي الصرخة الموجعة باسم أولادنا بدي استغلها المنبر الكريم تقدم اعتذاري أنا كنت بأحدى الساحات لأنه عندي مطالب مثل كل الناس وصار في شتائم أو مثبات جرحة ناس بحبهم أنا باعتذر من كل حدا نجرح من هيدا الشي باسمي و باسم كتير ناس فضلي باسم أولادي أولادي اللي ما بيسمعوا أو اللي ما بيشوفوا أو اللي عندهم إعاقة حركية أولا عندهم جرح بزكاهم المؤسسات اللي بتهتم فيهم اليوم مهددة بالإكفال لأنه بكل بساطة دولتي الكريمة بال2019 خلال كل هالسنة ما دفعت أي من مستحقات هاي المؤسسات هاي المؤسسات تعتمد بجزء من مصاريفها على هاي التغطية اللي هي منعتبارها مساهمة وما بتغطي كلفة العناية والرعاية بهالولاد في أوتوفينانس ما وأكيد بس كمان مهالظروف نزل كتير مئة مؤسسة مهددين بالإكفال يعني 12 ألف ولد طفل شاب وصبيه مهددين يرجعوا على بيوتهم ويمكن على الشارع لأنه أهل بحاجة مين يساعدهم تيربيهم في إمبات بتشتغل ولد عم يرجع على البيت ما في مين ينتبه له هاي الصرخة بتلاتي كانون الأول يلي هو يوم العالمي للإعاقة رح ننزل كلنا أمهات أباء أولادنا معلمين إدارات مدارس ونطلب من كل من يحبون يشاركون هذه الصرخة تلاتة بتلاتة الشهر وعلى أمل ما تتسكر عيب عيب مئة مدرسة تسكر شكرا لألك ريفا بعد كلمة بس أنا مشكلهم لا في ناس جايدة في ناس لا بس اللي هلأ عم يتفرج على مدارس وولادي عم تتسكر يمكن مش فاسد عم يتفرج عفقر الناس ومراهن انه ييقسوا هيدا مجرم ما حدا يزعل منه ما حدا يزعل منه وزيادة من شوية وصل على الواتس أب ما بعرف قديم بس لازم يكون صحيح لأنه مرسوم جمهوري فيه تبرع بخمسمائة مليون لدولة الشقيقة الفلسطينية على راتي الدولة هاو إخوتي بس أنا إذا ابني جعان ما إلي حق أعطي خي ولادنا جعانين مش مقبل قبل ما إختم بتمنى نعطرين السلام وحقوقنا يجون من الدولة أنا طلبت من نفسي ومن عدد من الأشخاص نوقف نكون ممر للمساجات لواتس أبات فيه حقد فيه أزيه صحيح أنا من حالي بطلب من كل شخص بدوا يصنع هالوطن السلامي اللي كلنا بنحلم فيه يمسوك سليونيرو ويمحي أي مساج كل شخص بيقدر يمحي مساج واقف كون ممر واقف كون هالنبع لهالمساجات تحت نحنا نصنع السلام وأنا بطي لكون بحصة سيندي كرسي توزيع فسيني يمحيناً بحصة لعزوه سليونه